معنا ام محمد من اسكندرية. سلام عليكم. عليكم سلام عليكاته ام محمد الفضالي. لا سلام عليك يا شيخ احنا عندنا مشكلة جئاتي بيني وبنتوجي انه هو طلب مني الدهب بتاعي. انا عايزة اعرف دلوقتي هو الدهب ده بتاعه. طلب منك الدهب معلش انت حضاك بس توطي التلفزيون وتسمعين من التليفون لو تكرمتي. نيش حوالي. الامر التاني طلب منك الدهب اللي هو بتاع الشبكة بتاعك صح? او او. الدهب ده اللي هو الدهولك وقالك ده شبكتك. او. وفيه دهب تاني الدهولك اثناء الجواز. انتم بقالكم كم سنة جواز? عشر سنين. فهو كمان اتجاب لك دهب اثناء الجواز فضميته ده مع ده. لا لا هي شبكتي بس. طيب سواء كان ده. انا كنت بسألك ليه? لان سواء كان ده. او ده ده دهبك. وليك حق ان انت تصرف فيه كم تشاقين. لا ما هي دلوقتي فيه اطراف ثانية دخلت في الموضوع. اه اخوه وامه واخته. اقول له لا دي حاكتك. انت تعبت وشايت فيها. دي حاكتك. انت لازم تجيبها من ده. يعني ايه حاكتو? تعبوا شيء فيها ايه? نعم. تعبوا شيء فيها ازاي يعني تعبوا شيء فيها. اه ده ما نفهمينه كده. طيب ما انا لسا ما انا بحاول افهمه. انا دلوقتي حاديدك الوقتي بسبب الموضوع ده. فهو وقراش من البيت. انا وعيالي. وهم قالوا له مش هتخش البيت تاني. قال لما نجيب الزهب. طيب خلينا نصح المفهوم ده عند ناس كتيرة في حياتنا. اه الشابكة هي حق كامل للزوجة. لانها جزء من المهر. جزء من الصداقة. حتى لو الزوج جب لها انطار من ذهب. ما ينفعش يأخذ منه شيء. ده لدرجة ان سيدنا عمر لما قال للصحابة لا تغيروا في المهور. فجدت المرأة وقالت له ايعطينا الله وتمنعنا يا عمر. ازا فالمهر كامل للمرأة لا يشارك فيها احد. حتى لا يشارك فيها ابوه. ازا المهر ده بتاع الايه? بتاع الزوجة. وليس من حق الزوج ان هو يأخذه. اما ما يحدث في بعض الاماكن في الارياف وفي بعض الاماكن ان المهر ده هو بيديه الزوج للزوجة عشان يعيشوا بعد كده بيه في الجواز. لا. اذا المهر اللي بيدفعه الزوج للزوجة عشان يحل بينهم الزواج والعشرة. فما يبقاش ابدا ابدا من حق الزوج ان هو ياخد منه شيء. طيب هل انا بقول للزوجة بواضح حياتك عشان فلوسك? انا مبقولش كده. طب اه لا انا بقول لها ادي لزوجك الفلوس اللي هو فاهم ان هي فلوسه? بقول طبعا لا. يبقى الامر فيه اتزان. المال ده مش مالك ده مش مالك ده مال الزوجة. والزوجة لو قدر اتساعد زوجها بيبقى ده حاجة من الشرف ومن الرفع ومن الكرم. وده لان هي انسانة كريمة. انسانة عزيزة. طب انا بعمل ايه دلوقتي? بقول اللي حاصل. لكن ما ينفعش ان الزوج يعتبر ان ده ايه? حقه. لا مش حقك. مش فلوسك. واللي بيفهمك كده بيخرب عليك. واللي بيفهمك كده بيفتات على الله. لا. الفلوس دي فلوس مهر البنت وده مهرها ومش من حق حد تاني ياخد منه مليم الا برضاها. الا برضاها. نعم. اذا نقصها ده. هزي المفاهم لابد ان احنا تكون واضحة جدا جدا على المفاهم دي. عشان نقدر الجواز يكون في حالة تصافي.